وأخيراً توقفت معامل الكابتاجون فيلتفايل عن العمل مهجورة تبدو بعد أن غادر أشقاء حسن دقه إلى سوريا هو تاجر المخدرات الذي لم تطلق صراحه السلطات اللبنانية بعد لكن أشقاءه الذين لطالما روعوا الأهالي عادوا إلى القرية هذه المرة بمواكبة عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للقوات السورية لا يزال الأهالي تحت هول الصدمة فملثمون نصبوا حاجزاً وسط قريتهم ليعيدوا إلى ذاكرتهم اعتداءات الضق المتكررة التي لم تخلوا من استخدام الأسلحة الصقلة هذه العصابة اقتلعت نصف مليون شجرة ردى 120 مبير، هدى 110-15 بيت، وحرأة بيوت، وخطفت ناس وأطلقوا النار على الأهالي وروع المواطنين ولثر أثار شاهدي موجودة له وما في كان قبل وجود الجيش، ما في مستحيل يمر أسبوع إلا ما يعملوننا مشكلة هذه الجهة السورية الموجودة هون على المعبر إذا عب يفوتوا منها بطريقة غير شارية، نحن نطلب من الدول السورية معاقبتهم ومحاسبتهم لأن هؤلاء الأشخاص جئز يكونوا عب يدفعوا رشاو لحتي يفوتوا على هذه البلد إذا بيكون في ضابط حدود، نحن بضل الجيش نهلا محميين ولكن إذا هذه الجهة المعبر الشارعي عابت قادوا مبالغ مالية كون مال يفوتوا ويطلعوا ومن يغطيهم فنحن نوجه نضاء للحكوم السورية والجمهورية السورية لحتى تعمل حد هذا الموضوع قبل شهر تقريباً كثف الجيش اللبناني وجوده في البلدة بعد مداهمة منطقة المرج والعثور على حبوب كابتاجون مداهمات أدت إلى مغادرة آلدقو لكن الحدود غير المرسومة سهلت عودتهم عبر معبر غير شرعي تشرف عليه الفرقة الرابعة فيما يحاول آلدقو استغلال غياب ترسيم الحدود للاستلاء على مزيد من الأراضي وتوسعة نشاط صناعة المخديرات ضبط الحدود عادة بده عناصر أهزيسية أولاً يكون في دولة والدولة هي هيبة مش أنه عدد عسكرين منشرون على الحدود تاني شي بده يكون في عناصر أو بالأحرى للمكونات لهالدولة بتأيد هالدولة مش أنه دولة عم تنهش من الدولة وهي تقريباً مسيطرة على مراكز مش المراكز بالأحرى مسالك الحدودية للتهريب لذلك أنه القول أنه والله نحنا تطورنا نحو ضبط الحدود لا بعد مصرنا بهالمرحلة العملية وما ممكن نصير بهالمرحلة العملية إلا إذا قوية الدولة وضعفة الدولة يتشارك السكن هنا عائلات لبنانية وسورية وجميعهم يريدون المحافظة على طابع قريتهم الزراعي المسالم لا ينكر أهالة فايل أن وجود الجيش اللبناني يحد من التعديات لكن ترسيم الحدود يبقى مطلباً أساسياً لحمايتهم غنويتهم الحدث لتفايل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر